اهلا المتابعين كرام اتمنىكم تكونوا بخير و لا خير كما عودناكم فيديو جديد و اخبار جديدة اليوم سنذهب للمستجدات في قضية ساعة المجرد والتي هي الصراحة مستجد وهو زوين و زوين طبيعة الحال ولكن وقع فيه واحد الشيء اللي هو خلا الناس بزاف يتساءلوا وبزاف الناس يتنقدوا ساعد في هاد المسألة بالخصوص كما عرفتو ان ساعد تعطعت له واحد الجائزة في الفين و عشرين مهرجان ضيافة بطبيعة الحال كما كتعرفوا ان ساعد كينتامل واحد العائلة اللي هي فنية واللي هي الام ديالو ممتيلة و كذلك الاب ديالو لكل شي كيعرفهم و كذلك كنشوفه هنا بزاف ديال ديال الحويج اللي هو ممتل اللي هم لعائلته واللي كما صرح في المهرجان من بعد الاخد ديالو الجائزة انه كيشكر الام ديالو للأولى والخصوص والأب ديالو وجلالة الملك هنا شفنا واحد الشكر والمتانة للأب ديالو والأم ديالو و صاحب الجلالة بطبيعة الحال اللي ما نساهش ولكن كان واحد القضية اللي هي كل شي اردلها البال فين هي الزوجة ديالو م هاد الشي يعني كما عرفنا ان غيطة وقفت معاه وقفة ديال الرجال كما كنقوله سندته في جميع المجالات ديالو يعني من اللي طاح من اللي كان في ازمة ولكن هنا ما شفناش تشي جزء صغير ديال الشكر لها هذا الشي كامل يعني بحالي ما درت معاه تشي حاجة رغم اننا سمعنا بزافة للهضراء منهم بالخصوص انك يقولوا ان غيطة معاه من شحال هذا يعني هي مسانده ووقفة معاه واش عندهم شي مشكل حد الساعة ولا شي حاجة اللي ما خلاتوش انه تفكر الزوجة ديالو اللي وقفة معاه وقفة ديال الرجال كما كتحارفو المهم اخوتي كل شي اللي فان بالخصوص ديال غيطة هجموه سعد وما بغوش هاد القضية هاده لان معجباتهمش فيه لانه هو ما اعترفش بالمرأة بالخصوص بالزوجة ديالو لانه هو بحالي ما احترمش الزوجة ديالو ما احترمش الزواج ديالهم وما كانش عندوش جزء ديال الشكر لها المهم اخوتي هاده هما المستجدات اللي وقعوه في المهرجان وهاده هما المعطيات وكنت من لوله التوفيق وطبيعة الحال مبروك عليه الجائزة الى ملتقى اخر وما تنسوش تابونه باش يوصلكم كل جديد وما تنسوش لايك وبرتاج وبالخصوص لايك هكذا باش يطلع الفيديو يشوفو اي واحد وبالخصوص الناس اللي باغين يتبعوا المحتوى ديالنا يوصلهم هاد الشي لاش كنطلبوا منكم اللايك الى ملتقى اخر سرماري